التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت تيجرينش مجز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم نفى المركز الأعلمي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن أتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية واشدد المركز على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة مناشدا العاملين بجهاز الإداري للدولة بعد من انسياق وراءة مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وناشد المركز وسائل الأعلم المختلفة ومرتاد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني أن الجيش العراقي مر بتحديات ومنعطفات حاولت تكسر إرادته مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي رفع قدرات الجيش وتطوير الأسلحة القتالية وخلال مشاركته حفل التخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى قال السودانية إن مسيرة الجيش متواصلة لتأمين السيادة الكاملة للبلاد والوقوف مع الدستور والعملية الديمقراطية وأكد أن البرنامج الحكومي أولى أهمية لرفع قدرات الجيش والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية وإشراك القادة والضباط في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية قال وزير الاقتصاد الألمانية روبرت حابك إن بلاده لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات ليوبارد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل ويأتي تعليق حابك بعد يومين من إعلان ألمانيا اعتزامها تسليم أوكرانيا نحو أربعين مركبة مشاق قتالية متطورة من تراز ماردر قبل نهاية مارس القادم وهو قرار قال حابك إنه جيد وطل انتظاره قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي إن قوات الأوكرانية تصد الهجامات المتواصلة على مدينة بخموت في منطقة دومباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سولدار القريبة في ظروف صعبة جدا وأضاف زيلينيسكي أنه على الرغم من تدمير معظم مدينة بخموت فأن جنود الأوكرانيين يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم وانتقد زيلينيسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام من روسيا للهدن التي أعلنتها بمناسبة عين الميلاد بشنها هجمات على المدن الأوكرانية تفقد الرئيس البرازيلية لولا داسالفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا بعد اقتحامها من جانب أنصار للرئيس السابق جاير بورسونارو وشدد الرئيس البرازيلي على أن الديمقراطية تضمن حرية التعبير لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات متعهدا بمخاسبة كل من يقف وراء تلك الأحداث وفي وقت سابق أزى الرئيس البرازيلي مرسوما رئاسيا لفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب في العاصمة حيث ستتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمينها حتى نهاية الشهر هذا واعتقل 150 شخصا على الأقل من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بورسونارو بعد أن تمكنت قوات الأمن البرازيلي من استعادة السيطرة على قصر رئاسي في العاصمة برازيليا كما تمكنت قوات الأمن أيضا من استعادة السيطرة على البرمان والمحكمة العليا ومن جانبه أكد الرئيس البرازيلي السابق جاير بورسونارو أن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية ولكن اقتحام المباني العام يوثل تجاوزا أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني أن قواتها نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية في البحر والمجال الجوي حول تايوان ختم مجزء التاسع فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة